اهلا بكم اهلا بكم ونشرة اخبار جديدة من كورونا معكم اليوم الدكتور حسين الشورى في برنامج تواصل في فقرة اخر اخبار كورونا الحقيقة اه ان امريكا تسجل اعلى معدل اصابات لها مئة الف اصابة في يوم واحد عدد كبير طبعا احنا بنتكلم على يوم واحد المانيا اصلا ايضا لم تفوت الفرصة وسجلت اعدادا قياسية اه ايطاليا ايضا لندن بسبب اه هذا التحور الجديد في الفيروس ووجود سلالة جديدة وصلت وفيات اه اه لندن او بريطانيا الى اعلى معدلاتها ربما منذ بد هذه الجائحة اه الحقيقة اه من الحاجات اللطيفة ان المانيا فرضت مية وخمسين يورو لكل ما لا يرتدي كمامة وده الحقيقة بيسمن المسلس الذي تستطيع به ان تتقي كورونا كمامة تباعد اجتماعي تقوية مناعة ولا تخرج الا للضرورة لا تخرج الا للضرورة ده الضلع التالت في المسلس يبقى تاني اي حد عايز يتقي كورونا عليه بسلاسة نصائح النصيحة الاولى التباعد الاجتماعي النصيحة التانية الكمامة النصيحة التالتة لا تخرج الا للضرورة القصوى من الحاجات الجديدة في اخبار كورونا النهاردة الحقيقة وجود تفسير لوفيات او اصابات حتى في عائلة واحدة اكثر من اصابة بقى لنا بالضبط يمكن ثلاث اسابيع ولا حاجة على مستوى العالم نشاهد ان الاصابات اسرية يعني اسرية يعني كنا نشوف حد مصاب ولكن ليس الاسرة بكاملها الان سواء في مصر او برا مصر بقينا نشوف اصابات في اسرة باسرها او بعض افراد الاسرة العلم لم يقف مكتوف الايدي امام هذه الظاهرة التي تستحق الاشادة والتحليل والتفسير والتمحيص وجد لها سبب والسبب ده الحقيقة بيفسر ليه بيموت من الاسرة الواحدة اكتر من واحد وجدوا خمس جينات هذه الجينات وراسية تنتقل من اسرة الى باقي افراد الاسرة فبالتالي لو الاب مصاب ممكن الابن يبقى مصاب والشقيق لهذا الابن يبقى مصاب وده اللي فسر لنا ليه اكتر من فرد يموت باسرة واحدة فضل العلماء يعني يجروا ورا هذه الظاهرة لحد ما اثبته لنا وثبت انه فيه مادتين نقصين او زيدين نتيجة هذا الجين المادة الاولى هي الانترفيرون الانترفيرون هي حاجة بتطلع من الجسم بسرعة جدا جدا تقابل الفيروس ايا كان نوع الفيروس يبقى تاني اي فيروس بيدخل الجسم ربنا محصن جسمك بخلايا اسمها الانترفيرون الانترفيرون تطلع من الخلايا توجه ضربات قاضية للفيروس وكل واحد وقدرته الفيروس لو كان قليل لو كان ضعيف لو كان كميته قليلة فيبقى الفيروس يبقى ساعتها قوي علشان كده بقول الفيروس قوي ولا لأ له علاقة بكمية الفيروس اللي الواحد تعرض لها طيب الانترفيرون في هذه العائلات قليل جدا فبالتالي بدل ما يقاوم الفيروس بيخلي الفيروس يدخل بكمية ما تمام فبالتالي قلة الانترفيرون خلت هذه الاسرة ايه مصابة اوي بالفيروس وبالتالي عرضة انها تموت او تتعرض للوفاة طيب الحاجة التانية اللي هي بالوراسة برضو لكنها زايدة مش مقصة يا الانترلوكين الانترلوكين ده مادة لما بتطلع كأنها المسؤولة عن المسدسات والمدافع بتاعت جهاز المناعة اللي بتقتل بها مين الفيروس في هذه القسر وجد ان الانترلوكين عالي اوي وكتير اوي يبقى في الاول كان الانترفيرون قليل هنا الانترلوكين عالي فبالتالي يحدث ما يسمى بالعاصفة السيتوكينية وتبقى مناعة الواحد ردت بقوة على هذا الفيروس فقتلت الشخص قبل ما تقتل مين الفيروس نفسه ده كان يمكن اهم خبر النهاردة الحقيقة بنعرضه على حضراتكم بخصوص كورونا طبعا اخر خبر من مصر بيقول انه خلال الاسبوعين القادمين سنسجل اقل معدلات اصابة بكورونا ان شاء الله وتخلص غالبا الموجة التانية وانا تمنى ان لا نرى السالسة باذن الله اللي احنا بنشوفها دلوقتي في لندن وبنشوفها في امريكا بالمئة الف اصابة التي سجلت اليوم معايا المستشار احمد فؤاد النهاردة على الهاتف السلام عليكم معايا المستشار وعليكم السلام يا دكتور اهلا بحضرتك يا فلس رئيس الجامعية الافرو اسيوية والحقيقة النهاردة عرض علي نقطة يعني حبيت انها تبقى موجودة في الحلقة لانها اضافة للحلقة والفرضية او يعني النقطة يغطيها المستشار المحترم احمد فؤاد وهو اسمه على اسم ملك مصري طبعا سابق هو احمد فؤاد الحقيقة هي المسئولية الجنائية لشخص تسبب في عدوى هذا الشخص كان مريض لاخرين نتيجة اهماله انه يحافظ على الاخرين من العدوى او نتيجة اطباء مسئولون عن ما يسمى بالانفكشن كنترول في مستشفياتنا حضرب لكم مثل صغير وسيادة المستشار هيشرح المثال ده بيقول لو ان مريض معين دخل يعمل ازاي ده في مستشفى وخرج من المستشفى بكورونا اصيب بكورونا الراجل قبل ما يدخل ما كانش عنده كورونا خرج من المستشفى وهو حامل لفيروس كورونا هم حللوله قبل ما يدخل فطلع ما فيش كورونا وإلا ما كانوش دخلوه طيب هو اخد الاصابة جوه المستشفى ما هي المسئولية الجنائية للمستشفى ولفريق مكافحة العدوى او ما يسمى بالانفكشن كنترول على هذه الاصابة هل الراجل ده يطلب تعويض هل الاطباء دول يتحبسوا هل المستشفى ده يجازه ولا يقفل ولا إيه اللي يتم نقطة مهمة حيبحثها على عجالة معانا المستشار أحمد فؤاد تفضل معانا المستشار أحمد فؤاد في البداية تحياتي لحضرتك والمشاهدين سيادتك يا ركسور أهلا المساعدة هو طبعا الاشكالية الاشكالية متمثلة في حداثة الفيروس وأثاره بالزبط يعني النهاردة خطورته عميقة جدا تنفيه برضو يمكن مصر اكتازت خطوات كتير وإدرت إنها مقارنة بدول تانية إحنا فوضة أحسن كتير مش بس أحسن معانا المستشار ده احنا لنا تجربة في البروتوكولات المصرية الدول الأفريقية بتتناقلها عننا فيعني إحنا أصحاب خبرة في الموضوع ده تفضل كم جدا 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 متقدمين عندنا أصلا لقد احنا تقدمنا عندهم في المكافحة تمام إحنا هنا الاشكالية هتدور وجودا وعدما في تفرقة ما بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفاقي والمسؤولية الجنائية في القانون المصري دايما بتتحدد بالإرادة إن يكون في خطأ عمدي جي المسؤولية الجنائية تمام يعني عشان نوصل إن في حد مسؤول جنائيا يجب يكون متعمد الإدرار ده تمام أسرطها إن حد دخل المستشفى ما كانش عنده العدو وأصيب بعد ذلك والمستشفى عمل التدابير من ومكافحة العدوة موجودة وخد تدابير لكن وصيب الشخص ده ده هيخش في الخطأ المفترض يعني بيغضع المسؤولية المدنية طبعما هو لديه تقرير إن عند دخول المستشفى لم يكن مصاب المرض وغير مصاب الفيروس وبالتالي يكون المسؤولية الإدرار لأصابته ترجع إلى خلل في التدابير اللي تم الداخل المستشفى تستوجب التعويض يعني يعني التعويض التعويض مثلا مش الحبس للأطباء المسؤولين عن الإنفكشن كونترول أو المكافحة العديد الطبيب أحنا بدأنا كلامنا إن المسؤولات الجنائية يجب إن يكون في عمل إراضي تمام هو مش متعمد طبعا هو مش متعمد تمام لكن يمكن أحكام أحكامة النقدة في المسؤولية المدنية في الخطأ بالطبيب أو خاصة بالمستشفى اعتمدت اعتمدت إلى 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 إن 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 فيه سرامة في حماية الأفراد تمام إن خلت الخطأ مفترض تمام يعني ممكن يكون إن الدكتور عمل اللي يقدر عليه لكن لكن بدون مراعاة لدقة مية في المية فيه أدراث تمام وبالتالي بعض المسؤولية المدنية تمام لكن المسؤولية الجنائية لا تقع هنا على الطبيب تمام تمام حتى المسؤولية المدنية هتقع على المرفق اللي هو المستشفى وليس الطبيب تمام تمام ده في عجالة سريعة تمام سيادة المستشار أحمد فؤاد أنا بشكرك جدا على هذا الإضاح وإن شاء الله سيبقى لنا مشاركات يعني كتيرة بإذن الله في كل ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية أو الحق والواجب للأطباء ما لهم وما عليهم قانونيا لإني على فكرة سيادة المستشار هذه الجزئية اللي حضركت تفضلت بإيثاراتها معي لا تدرس في كل قات الطب يعني أنا كطبيب لا أدرس جزء القانون فيما يتعلق بمهناتي أنا بشكرك جدا سيادة المستشار أحمد فؤاد نرجح تاني لتواصل أعزائي المشاهدين وبقول إن إحنا يدعون يدعون مقدمة لكم لكل محتاج في كل حتة في مصر تواصلوا معي الآن على الأرقام الموجودة على الهاتف حضراتكم تقدروا تبعاتوا شكواكم يعني كل حد له طلب طبي أحاول أنا وفريق العمل خلفي أو معي إن إحنا إن شاء الله بإذن الله في خدمتكم في هذا البرنامج اللي اسمه تواصل وهو جسر للتواصل بيننا وبينكم أي حد عنده سؤال عن السكر يتفضل يتصل بيه دلوقتي من أي مكان وحجاوبه إن شاء الله بإذن الله أي حد عنده مشاكل في الجهاز الهضمي ارتجاع المريء ومشاكله ويمكن النهاردة كنت عايز أحط جزء بتاع ارتجاع المريء وجاتني الحقيقة رسائل كتير عن السمنة فالنهاردة برضو هنفرد جزء حتى لو يسير عن موضوع السمنة وأهم الخطوط العريضة اللي المفروض إن إحنا نرعيها لو إحنا عايزين نتخلص من السمنة لأن السمنة تسمى أم الأمراض أم الأمراض زي ما السكر زي ما قلت قبل كده يسمى أمراض وليس مرض احترم السكر يحترمك إذا احترمت السكر فهو ليس مرض إنه صديق وصديق وفي إنما إذا لم تحترم السكر فهو مجموعة من الأمراض من أول شعر الرأس إلى زفر الرجل ولو تفتكروا حضراتكم قلنا إنه الأستاذ فقل ليه تب لما كان يسألنا يقول لنا يابني مضاعفات السكر بمعنى ماذا يفعل السكر في الجسم فنقول له يا فندم تحب حضرتك أبدأ بشعر الرأس أم بزفر الرجل ينبسط قوي وكنا دايما نقولها لزمائلنا الأصغر مننا لو اتسألتوا السؤال ده ابدأوا بالحتة الجميلة دي قل له يا فندم السكر بيأثر على الجسم كله حضرتك عايزني أبدأ من فوق ولا من تحت حضرتك عايزني أبدأ من شعر الرأس أم من أخمص أخمص القدم طبعا الأرقام اللي موجودة على الشاشة تستطيع التواصل معانا بيها كخدمات لكن الرقم اللي هو وزيره 114 114 362 أو الرقم اللي موجود على الشاشة بتاع الواطس تقدروا تتواصلوا به ولكن بعد الحلقة تمام طيب اللي عايز أقوله برضو أنه طيب في جزئية تانية الحقيقة هيكون معانا فيها الأستاذ دكتور جمال فرويز علم من أعلام الطب النفسي والحقيقة دايما بيدلي بدلوه وبنحس أن احنا مستفيدين جدا من مشاركاته هيكامل معانا النهاردة جزئية ألا وهي العامل النفسي لمجابهة كورونا دكتور جمال فرويز أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك حضرتك منورنا يا فندم ربنا يخليك يا رب طيب حضرتك كنت كلمتنا الحلقة خليفاتت جزئية عن كيف أتقي كورونا نفسيا فعايزين رشدتة حضرتك لهذا الموضوع اتفضل معليك بس يا فندم أنا بس الناس لازم تاخد بلع من حاجتي حنعل صوتنا بس شوية اتفضل معليك عندي مرضين نفسيين عندي جزئية الأعراض الجسمانية النتيجة عن التوتر النفسي وعند جزئية التواهم المرضي تمام تمام بدون نفسي أعراض الكورونا تمام بالتالي بتلقى الناس بتجري على الصيدليات أو على المستشفيات مقدمة خدمة الكورونا أنا عنده كورونا وعايز العلاج ويبدأ يتخاني ويبدأ يزعع ويبدأ يتشاكل مع المقدمين الخدمة الطبية أو بياخد أدوية من الصيدلية بدون لازمة لمجرد بعض الأعراض بتيجي من من المرة واحد أعراض جسمانية نتيجة عن نفسي لما بألق أو بخاف أو أن أنا قالوني دفلان اللي كنت معامل ومن ثلاثة جالوا كورونا قبل ما روح أعمل مسحة أبدأ أحس بالأعراض صداع في أغلالة ري ناشف خلق أفرابتي طب أبسدري ضربت قلبي نعدتي القولون طح أحس أن الجسم يلتدى يسخن طح جسم يلتدى يترعش أنا عنده كورونا أو بعض الشخصيات الوسوسية لما تسمع ساعتك بتتكلم عن كورونا وأعراض الكورونا يبدأ يطبع على نفسه نفس الأعراض أنا عنده كورونا الحقولي أنا هموت طب التالي بقولهم خدوا بيكم ده نفسي أو طواهم مرضي أنا عشان أقول كورونا نازم تحاليل طبية تقول أنا عنده كورونا ومع طبيب متخصص هو اللي هيديني العلاج نعم وجزئية أهمة جدا كل ما أكون ألآن أو أكون خايف كل ما العرضة عن المرض هتزيد طبعا دي عندي حاجة مع المناعة النفسية العصبية دي بتقول إن كل ما أكون ألآن أو مكتاب أو متوتق النسبة المرض بتزيد بنسبة 30% تمام فنأخذ بالنا جدا ونلتزم بالإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة المسافة الآمنة ما روحش الأماكن الزعمة بلا داعي نعم نعم تمام يا فندم تمام في أدوية معينة يا فندم الناس بتاخدها إما مثلا ترانكليزر مطمئنة أو مهدئة هل يطر عليها دور في كورونا في عجالة كده؟ ليس يا فندم هو بالنسبة للجمعية الأمريكية للطب النفسي أقرت بعض الأدوية مضادة للاكتئاب من ضد البروتوكول العلاجي عندهم إحنا لسه هنا وزارة الصحة ما خلتش القرار في مصر وليه إن فيه نوع من أنواع الأدوية المضادة للاكتئاب بابتدأ يقلل من أعراض الكورونا ولكن برضه لسه الغد دلوقتي كلها في طول المحاولات والبحث مع النتائج لما نتأكد منها هنبلغ الناس بها إن شاء الله وده اللي دفعني الحقيقة نسأل حضرتك هذا السؤال وأنت لم تبخل علي بالإجابة أنا بشكرك أستاذ دكتور جمال فرويز وإن شاء الله دايما مشاركات مسمرة بتضيف وتسري الحوار والحلقات الأستاذ دكتور جمال فرويز علم من أعلام الطب النفسي في مصر أستاذ الطب النفسي متشكر جدا لحضرتك عايزي المشاهدين رجعنا تاني بعد هذه الفقرة لحضرتكم في انتظار أسئلاتكم واتصالاتكم حول السكر حول القولون من الحاجات المهمة جدا اللي عايز أقولها بس النهاردة على السمنة زي ما قلنا قبل كده إنه أي طاقة زائدة لم تستهلك هي وزن زائد يضاف على الجسم علشان كده بنقول دايما نحاول إن إحنا ما يؤكل لازم بعده أهم الحركة ومن هنا جات القاعدة الزهبية أن أغلب أصحاب الكروش الكروش جايين محظمها متربية على الغالي من العشاء على الغالي من العشاء ألو ألو السلام عليكم يا دوكتر وعليكم السلام يا فندم أهلا بأهالي أصيوت فضال أهلا بحضرتك لو سمعته وأنا كنت باخد أجدوية اكتئاب وكده وبعد كده بطلتها بس لسه يعني أعرض لكتئاب زي ما وعايزة يعني يعني بالعشاب وكده طيب وأنا كنت عايزة أسألك يعني عانيتي وانت بتوقف فيها لأن إحنا كان معنا من شوية له أساس دكتور جمال فرويز ونقدر إن شاء الله نوصلك به بعد كده في الحلقة القادمة وننقل سؤال حضرتك إليه هو السؤال بس عشان ننقله السؤال كامل هل يا تارى حضرتك تعبتي بعد ما بطلتي الدواء وهلو بطلتي من تلقاء نفسك ولا برضو بإرشادات الطبيب لأ بطلت عشان تعبني يعني كنت ما أقدرش أقومه وما أقدرش أعمل فوق البيت وكده يعني الاكتئاب راح لكن مثلا حسينا بتقل في الجسم حسينا إن إحنا تعبنين آه بس يعني التعب دلوقتي لسه مستمر بس بطلت العلاج عشان تعبني خلص أنا هنقل سؤال حضرتك اتفضلي شكرا على المشاركة هنقل سؤال حضرتك الأستاذ دكتور جمال فرويز وعايز أقول نقطة مهمة يا جماعة مثلا الكورتزون الكورتزون إحنا كأطباء لما بنديه بنديه بالتدريج لحد ما نعلق جرعة ولما نوقفه بنوقفه بالتدريج لحد ما نوطي جرعة علشان كده ناس كتيرة بتدخل في أزمة قد تؤدي إلى الوفاء لمجرد إنه خد الكورتزون مع الدكتور وما رجعلوش لما وقفه الكورتزون لو توقف فجأة ممكن يؤدي إلى كوارث كوارث وبنجرسها في كلية الطب من ضمن الحالات الحارجة جدا 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 عشان كده أرجوك وإنت بتتعامل مع الدواء كن حذرا ابدأ الدواء ارشادات طبيب وانهيب ارشادات طبيب وياما ياما ياما أطباء لأنه خدوا بالكو حضراتكو الدكتور بيتخيل أو بعض زملاء الأطباء بيتخيلوا إن المريض جاي في الاستشارة العيان ما بيجيش عشان كده أنا بدأت حتى أقول في البرنامج ده والبعض زملائي اعمل حسابك إنه ممكن العيان ما يجيش فقوله النصائح كاملة لأنه بتحدث أشياء كارثية كارثية من حتة إنه الدكتور متخيل لأنه بيقول لك معلومات والمرة الجاية هيكملها فأنت ما بتجيش فالعلاج ده ممكن يبقى له مشاكل كتيرة جدا من الحاجات اللي كنا بنكملها قبل اتصال للأستاذة باسمة من أسيوت قالى وهي الحقيقة الكرش كنا قلنا قبل كده إنه الكرش جاي من العشاء في الغالب طبعا إحنا قلنا إنه فيه وراسة وقلنا فيه غدة ضرقية وقلنا حاجات كتيرة جدا لكن تظل وجبة العشاء هي المشكلة الكبرى لأصحاب السمنة ودايما أحب أقول أصحاب الكروش علشان يعني أسترعي الانتباه أكثر تمام ليه بقى لإنه إحنا لما بناكل أغلبنا بيأكل متأخر وينام لما ناكل وينام طبعا ده يختزن هذا الدهن تمام وبالتالي ما فيش حركة في يتم تخزينه في الجسم علشان كده دايما بقول المثل الجميل اللي بيوضح الصورة دي افطر لوحدك من كتر ما الفطار مهم اقسم غداك مع حبيبك من كتر ما الغدا شبه مهم ثم اعطي عشاءك لعدوك لأنه العشاء دار جدا بالصحة حد يقول لي طب هو مطلوب ماشي تبقى علبة زبادي تبقى صمرت فكهة لكن مش عشا تقيل كلنا بنحاول نتخلص من هذه الآفة البعض يستطيع والبعض لا يستطيع ولكن لازم التنويه طيب معا أستاذ إيمان من مطروح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله فضال يا أخت إيمان أهلا وسعلا أهلا بحضرتك دلوقتي يا دكتور أنا زوجي عنده السكر ألف سلامة على زوج حضرتك الله يخليه دلوقتي هو كان بياخد دلسيل آآ ستة جرام دلسيل ستة تمام بعد كده هو تعمل عملية البولستاطة وبعد كده هو الدكتور كتاب له على أنسولين تمام وحقولك ليه كتاب له بس كملي ماشي فدلوقتي رجليه دكتور آآ الأطراف بتاعت رجليه دايما بتبقى سقعة خالف تمام هل ما بتوصل لها شي الدم هقولك ليه سقعة برضو هقولك ليه سقعة كملي بس آآ بس وبدايما بتبقى فيها تشققات في رجليه تمام وحقولك برضو ليه فيها تشققات ونعمل ايه كملي بس دكتور طيب سأنا عايزك إوعي تفتكر إنه لما حولوه على أنسولين الحاجات دي ظهرت مفيش علاقة دا الإنسولين بيصلح اللي بيفسده اللقراس وأنا بنصحك تدخلي على اليوتيوب وتكتب الدكتور حسين الشورى أنا بشكرك طبعا على الاتصال تكتبي الدكتور حسين الشورى معلومات عن السكر أو دكتور حسين الشورى بس هتلاقي ليه حلقات على اليوتيوب بعضها عامل 200 ألف مشاهدة يعني 200 ألف مريض سكر دخلوا استفادوا من المعلومات دي علشان كده كل ده إحنا جاوبناه في حلقات سابقة لكن هجاوبك بسرعة إحنا قلنا قبل كده لما يبقى في جرح كبير أو حد دخل عملية أو ستة حامل دخل على ولادة أو أي حاجة فيها جراحة الدكتور بيحول من أقراص لإنسولين لأنه الأقراص ما بتشتغلش ومش هتستجيب لأنه الالتهابات الشديدة اللي في الجسم بتخلي السكر يعلى جدا فبالتالي الأقراص ما تسيطرش عليه فبند وقت الجراحة الإنسولين وبعدها ممكن نرجح تاني نشيل الإنسولين ونرجح تاني للأقراص ده النقطة الأولى النقطة التانية أرجوك لما الدكتور يديك إنسولين لازم تتابع مع الدكتور بعض الدكتور بيقوم مشغولين جدا ويكتب لك الإنسولين ويتروح أنت ويمشي هو خالص الإنسولين لما الدكتور بيكتبه ده إنسولين افتراضي يعني بيقول لك خد عشرين وحدة الصبح هذه قد لا تكون كافية أبدا لتصبيت السكر لما بيقول لك جرب زود ثلاث وحدات وبعدها إيس بعد الفطار أو بعد الغداء أو بعد العشاء السكر يبقى ساعتها من سبعين إلى مئة وستين إذا زاد عن كده زود ثلاث وحدات كمان لمدة ثلاثة أيام وارجعلي ولابد من التواصل وإحنا في برنامج تواصل بين طبيب السكر والعيان لحد بتتضبط الجرعة ليه في تشققات في القدم ونخاف منها إحنا بنخاف من تشققات القدم لأن كل تشقق في القدم هو جرح في القدم جرح فأرجوك نصيحة لكل مرضى السكر اللي بيسمعوني دلوقتي بيسمعوا الدكتور حسين الشورى على قناة الصحة والجمال إنهم يستخدموا فيزلين أو يستخدموا كاموميل أو يستخدموا جليسرين أرجوك يا مريض السكر رجلك تبقى راطبة 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 اسمعوا الكلمة دي مهمة جدا جدا لأنها لوحدها حجر زاوية في الوقاية من اللي قدر الله بتر الساق بتر القدم بتر الرجل أرجوك حاجة تانية المهمة جدا 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 ليه بيحس ببرودة خدوا بالكم لما الأطراف ليحس فيها ببرودة أو بيضة ما فيهاش الدموية والحمار صوابع إيدك أو رجلك ده معناه أن الدم مش واصل كويس لأنه الشعور بالبرودة معناه في الأطراف بزيات أنه الدم مش واصل إحنا بنحس بإيدنا دافية ورجلنا دافية علشان الدم بيجري فيها لما الدم ما يوصلش الأطراف بنحس ببرودة شديدة جدا فتلاقي إيديه بتتنفض من كتر البرد ورجليه بتتنفض من كتر البرد وطبعا فيه أدوية ياريت الأخت تتصل بي علشان أمليها أسماء الأدوية اللي بتوصل الدم للأطراف وبالتالي حالة جزء هتتحسن جدا جدا إن شاء الله ما ينساش بي 12 ما ينساش كمان أنه يزور مريض يزور دكتور عيون مرة في السنة ويعمل سكر تراكم كل 3 شهور إذا ما قدرتش تتواصل لو حد بعتلي بس رسالة أو جواب على 84 شارع المانيا المحطة الغمراوي ده مركزنا الرئيسي أو شارع التلفزيون في لقصر بجوار سوبر ماركت شعيب مركز الدكتور حسين الشورى برضو حرد حتى على بعض الرسائل على فكرة بتوصلني ساعات للآن رسائل وجوابات سواء في فيصل شارع العشرين آخر شارع العشرين من ناحية صفت اللبن مركز الدكتور حسين الشورى برضو أي مركز من دول أي حد حيتواصل حرد عليه حيبعت تحليل حرد عليه حيبعت على الواتس على الرقم اللي على الشاشة حرد عليه حيطلب عملية جراحية حينساعدوا فيها حينساعدوا حيطلب دكتور في تخصص معين حينساعدوا هذا هو الهدف السامي الذي أنشأ لأجله هذا البرنامج ولأجله أخف الآن أمامكم لنتواصل ونبني معا جسرا من التواصل طوبه المحبة ورملته الخوف عليكم وظلطه وأسمنته هو هذه المشاعر المتبادلة بيننا وبينكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسيمك في واجه أخيك صدقة ويقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب أخيك المسلم وختامنا ابتسام